خسائر اوتل والخسائر خسارنا تقريبا 100 ألف رأس بوصف الماضي مقارثا عام 2019 في الأغنام خسارنا تقريبا 90 ألف رأس بالباعز بالأوقار خسارنا تقريبا 10 ألف رأس هذه كنت راح تتهت بسبب أنه بيقدر عجز المربيو اللي يوفر العلاف اللازمة لها بيقدر يزرع ما عندما يبطال قليلة ما صارت مراعي حتى جاءوا خسارنا تقريبا 3 ألف رأس وهكذا إلى بقية الحيوانات الأخرى تأثرت ديانة تأثر كبير به المجال مناطق زراعية في ديالة بدأت تعتمد على مياه الآبار لتمشية حياتهم اليومية لكن حتى الآبار أصبحت لا تصلح للاستخدام نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة فيها وهذا ما سبب خسارة أعداد كبيرة من المواشي ما دفع الكثير من سكان قرى الندى شرق ديالة للهجرة من الريف إلى المدينة مواشي حتى الآبار جفت الآبار التوازية جفت وبيها مواشي كان عندنا موامور بس هسا صار موامالح هسا ما مستفادين والله يعني إن شاء الله يرثى لها هسنا جاي ناخذ تنكر المي بخمسة وعشرين وثلاثين ألف نجيبها للبيوت مواشينا كلها راحت مواشي كلها علف ماكو جرع ماكو هسا صار حوالي بالسنتين ثلاثة ماكو انتهت يعني حتى المواشي أتلفت ولأن أعلاف ماكو زرع يعني تقريبا سبعين بالمئة ثوانين بالمئة المنطقة تعبانة هي منطقة زراعية عزوف مربي المواشي في القرى والأرياف خاصة بحدود ديالة من تربية المواشي وذلك لعدم قدرتهم توفير الأعلاف والمياه ما دفعهم لبيعها بأسعار بخسة ما يعني أن الثروة الحيوانية في ديالة مهددة أيضا علي إبراهيم قناة دجلة ديالة